قصفت ميليشيات الحوثية الانقلابية الإيرانية بشكل عشوائي منازل امتلكات ومزارع المواطنين في منطقة تيذي ناعم والزاهر بمحافظة البيضاء ما أسفر عن تضرر عدد من المنازل والممتلكات وفي السياق نفسه انفجر لغم زرعته الميليشيات الحوثية الإيرانية الانقلابية على طريق الأغنام في وادي القلتة حيث تتمركز الميليشيات ما أدى إلى نفق عدد من الأغنام التابعة لمواطني قرية يفعان بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء